السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً الحديث عن الثورة البحرينية وثورات العربية بسرعة عامة هو يحتاج إلى الكثير من الساعات ويحتاج إلى سنوات لكي نحقق وندون ما تطرقنا إليه وما عتمناه بقصد أو دون قصد التعتيم الإعلامي أو ما يسمى بالتضليل الإعلامي التضليل الإعلامي للتوضيح للناس أن التعتيم قد يكون في إطار تضخيم أو إعدام إعلامي أو تهميش أو تقزيم أو تضخيم فمصطلح التضليل أبناء المهنة الإعلامية يعرفوا إيش القصد لما تكون مصيبة كبيرة يحطوها خبر عاشرة أو ما يحطوهاش في العنوين هذا طبعاً لعبة مقصودة أو حدث صغير يصبح هو الحدث الأساسي وحدث كبير لا يذكر هذا اسمه تضليل إعلامي بالنسبة للثورة البحرينية أنا علي أن أعترف أنه صحيح الثورة البحرينية مظلومة لكن هي ليست الوحيدة المظلومة أنا كتونسية علي أن أقول ولازم نستعي هذه الحقيقة أن التعتيم الإعلامي لما بعد 14 يناير جامبي في تونس لا يقل بذاءة وسوءاً وقبحاً عن التعتيم الإعلامي للثورة البحرينية التي يراد لها أن تؤد قبل أن ترى النور وبالتالي هناك لعب إعلامي وقح عيني عينك يعني فأنا متأكدة أنه مثل ما معظم العالم العربي لا يسمع ولا يعرف بالضبط يعني تفاصيل ما يحدث في البحرين ومن حقوق الناس التي يطالبون بها في البحرين نفس الدوز أو نفس الجرعة موجودة عما يحدث في تونس الآن عام 2013 من مآسي التوانسة ومن قهر التوانسة ولا أحد يتحدث عنهم تحت ما يسمى بالثورة إنجازة الثورة لأن حين نقول إنجازة الثورة لازم نسكول تزكت هذا ليس صحيح وبالتالي المطلومية واقعة في كل حالات المحزن في الثورة البحرينية بالتحديد أنها من البداية إلى الآن واضح ومقصود ومتفق عليه ويبدو عاملين اتفاقية بين بعضهم أصحاب القنوات وملاك القنوات وحكام القنوات أنه لا يتسرب شيء غير أصوات ربما الشهداء هم الذين يعلنون عن واستشهادهم بعد الوفاة على كل هذا الجانب الأول عن التعتيم الإعلامي الحديث عن المرأة أيضا أقول أن المرأة إن كانت في البحرين أو غير البحرين نحن نقول دائماً المرأة أخت رجال صحيح المرأة هي أخت رجال وأم الرجال وزوجة رجال وحبيبة رجال وبنت رجال المرأة هي الصابرة والمحرضة على الصبر المرأة هي اللي ممكن تدفع بابنها وزوجها إلى الأمام وممكن تحصر إلى الوراء فالمرأة نحن أبناء أمهاتنا في كل الحالات وهذا شرف لازم نفتخر به وليس شيء محرج لأحد المرأة وجودها ضمن الثورات ليس حالة أيضا عبر تاريخ الإسلامي يعني مجرد أن نقول أنه هناك مدرسة إعلامية مقاومة تأسست منذ قرون هي المدرسة الزينبية فلا نستغرب حين أن نتحدث عن زينبيات البحرين أو زينبيات أي مكان من العالم زينب كنموذج كرفرنس رفرنس للمسلم وغير المسلم هي رفرنس للصدق والمصدقية والجهاد والصبر والمقاومة وبالتالي المرأة البحرينية كما غيرها في مناطق عديدة أخرى هي حفيدة هذه المدرسة المقاومة هذا الصوت الذي يوصل الألم والأنين حين تقفل كل الأبواق وتقفل كل التلفزيونات وتشتغل كل مكانة التضليل والتدليس والتشويه والتزوير يبقى هذا الأنين هو الذي يصل التاريخ وهكذا كان واقع سيدة زينب عليه السلام وهكذا هن أحفادها ولا غرابة في ذلك إذن المرأة ليس في المرحلة التي نعيشها ليس حالة خاصة نقول مرأة موجودة المرأة طول عمرها موجودة صار تعتيم ليس إعلامي تحتيم إجتماعي على دورها تعتيم العقليات لها لكن المرأة طول عمرها كانت موجودة إن كان في التربية أو إن كان في الجهاد أو إن كان في الصبر أو إن كان في المطالبة بالحق في نقطة أخرى حب نحيو عنها اللي هي الجرائم في البحرين كما قلت المظلومة البحرين أو الثورة البحرينية وحقوق البحرين يعني من البداية هناك ظلم صارخ ووقح وما يصل للناس إن كان لي كتونسية أو غير في المغرب العربي أو في المشرق العربي تصل المعلومات فعلا مزورة ومشوهة وأنا أقول ما حتى ولو لم يسمع أحد عما يحدث في البحرين يكفي أنه ابن الحق يعي حقه حتى إذا الحالة البحرينية لا تصل إن شاء الله حتى للجوار المباشر مش مهم أنا أعتقد أهم شيء أن يصل هذا الشعور بالقهر إلى أبناء هذا القهر أن يستمر أن يبقى حيا يعني حتى إذا ما قدرش الأب أن يأخذ حقه ابنه لازم يأخذ حقه والمظلومية هذه ليست جديدة أيضا يعني الثورة البحرينية لا يعني أنه الآن وقع الظلم لما نقول انتفاضة أو نهضة بحرينية ضد هذه المظلومية هي مظلومية الحفيد الذي يطالب بحقوق جده اللي مات أيضا في الخمسينيات وحتى في القرن الماضي المظلومية أهلنا البحارنا مش اليوم مش البارح يعني موضوع طويل أيضا وبالتالي قضية التخطي على جرائم البحرين ما عرف كيف ممكن يغطيوها يعني أجمل شيء في الخليج أن يتحدث حكام الخليج عن الديمقراطية وحقوق سوريا مثلا في الديمقراطية وطبعا هذا مشهد كاريكوتوري بامتياز يعني فعلا اللي حب يضحك جد ويكون تعبان وحب يغير جاوه شوية يسمع هكذا خطابات حين يطالبون بالديمقراطية في البحرين وهم لا يسمحون حتى بتأسيس حزب إسلامي ومن الأخوان حتى حزب الأخوان غير مسموح به في دول مثل قطر والإمارات والسعودية وغيره وبالتالي مشهد هزلي محزن مبكي ولكن هناك من يعلم عن جرائم الأنظمة تجاه شعبها وفي البحرين كجرائم الآخرين لأن البحرين مش فقط فيها مشهية وحيدة اللي فيها انتهاكات حقوق الإنسان واستبداد واستبداد بالحكم والسلطة والمال واستبداد بالرأي واستبداد بالفكر والعقيدة واستبداد على كل مستويات يعني البحرين هي النموذج ربما الأكثر إلاما لأنها منسية وأنا أتذكر قلت هذا من سنتين عن المنار المحزن في البحرين بالتحديد أنها الوجع والمنسي بامتياز نتحدث عن فلسطين نتحدث عن لبنان نتحدث عن مصر نتحدث عن كل الأماكن الله إلا إلا البحرين يعني هي دابل دوز يعني هي ألم مضاعف ألم الواقع وألم النشيان بقصد ولكن الله كبير واللي عنده حق ما يضيع بالنسبة للمرأة العربية والبحرينية وموقعها الريادي بعدما أصبحت عنصراً مهماً وفاعلاً في المجتمع أنا أعود وأقول نفس الجملة المرأة العربية ما هيش بنت 1990 أو 2000 أو 2013 المرأة العربية هي حفيدة عشرات القرون وحفيدة مسار عقائدي واجتماعي وفكري ونفسي مستمر وبالتالي أنا لا أرى أن الحديث عن المرأة اليوم هو تقزيم لكل جداتنا مش صحيح المرأة العربية في كل جيل كانت فائلة وكانت مساهمة بطريقتها وكل واحد على قد حاله على قد ما يستطيع هناك بالفكر هناك بالتربية هناك بالجهاد هناك بكل طرق يعني وبالتالي أنا أعتقد المرأة العربية كانت دائماً في موقع ريادي ومن الإشحاف ومن الإهانة أن نقول اليوم المرأة كانت بارزة وقبل أمي ما كان جيل أمهاتنا أو أجدادنا صحيح نحن جهلة علينا أن نعترف أننا جهلة ولا نعرف كثيراً عما عاشته نساء سبقتنا في الأزمنة ولكن المرأة دائماً بارزة وأعود وأقول يكفي أن تكون هناك زينب واحدة في التاريخ العربي والإسلامي لكي نخجل أن نتحدث عن المرأة عام 2013 أنها بارزة ليتنا نصل إلى واحد في المئة من صمود والمطالبة بالحق وأعلاء الصوت وأعلاء الحق كما فعلت إمرأة نادرة في التاريخ اسمها زينب عليه السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر